هلين؟ نشوفوا فيهم ليش محتاج درايب سيستمس لو افترض انو عندي سيارة كهربائية واذا سيارة كهربائية ايش امركيب الهانا؟ دي سي موتون اه؟ لان هاي كيورا الكتريكا مش هايبريد عندي سيارة كهربائية مشكلتي بالسيارة الكهربائية ما عندي انا بيريبال سبيد رايد ايش ابطررت اعمل؟ اذا نرسم الدياقرام عندي مجموعة ببطاريات انا امركيبهم في السيارة شحبتهم وزبطهم وجهزهم اعطوني 200 فولتة بعرف مداش 200 و 8 فولتة او اشي زي هين وحطيت السويتش كل اللي عندي كان السويتش وهذا المحرك انا جايب بحرك دي سي موتر جيد ايش يعني بيرمنت ماجنت مش النوع اللي بحط فيه كوي هذا بيرمنت ماجنت يعني في داخل هذا المحرك فيه ماجنت بيرمنت ماجنت وعندي هاي تي سي موتر جاهز انا نحرك جاهز بدي اول ما السيارة اشغل ايش بعمل امامي هالسويتش الكبير هذا بمسكو وبسحبو زي هيك ايش تسير ايش بدخل الفول الفولتج اللي موجود هون بدخل الفول الفولتج عال السيارة تمام ايش رح يصير بسرعة السيارة رح تطلع السرعة عالية مصبوط ايش بدي اضطر اعمل انا ممكن نعمله نعمل بي دابل يو امي شيك بس هدا فعليا اه فار الايكترونيكس انا ما عندي فار الايكترونيكس كيف الطريقة بدي اعمل بريكين واغير السرعة شو بدي اضطر اعمل ايش نعمل ايش نعمل لا انا ماشي بنفس تعمل بريكين هلا هو يمكن المثال شوي بدايي بس يعني مثلا احد الاشياء اللي ممكن اعملها ممكن يكون عندي ميكانيكال بريكين هنا انا مضطر اعمل ميكانيكال بريكين مش عارف مش فاهم زي كون في دابل يو ام واشياء هاي ما باعرف فاشتصرت اعمل حتى اخفت سرعة السيارة صورة ادعس ميكانيكال بريك ما عندي اشي تاني اعمله شو مشكلة هذا السيستم في باورس سيئة جدا في انه عالي اول شكل باور الباور بتضيع كلها واحتراق في هذا بريكين بضيء طاقة هائلة وحتى تبعت السيارة راح تكون سيئة امسكرة على الدعسة تبعتها شو ممكن كان ممكن اعمل ممكن مثلا اني احط هون مظبوط مش كان بيمكاني احط هاي كان طريقة احسن شوي من الطريقة هذين احط باطل اعمل شو بعمل بريكين بكون انا حاطة زي عجلة او بشي او اه وبصير اغير رقيمة بوضبط هيك بوضبط بس ايش المشكلة كمان بيطا ازا بشكل عام ميزيتها انها مور افشيشن والشيء التاني عندي بتعطيني متش بتر وزموثر كنتور ناخد مثال تاني عندي اا او عندي اا فان اي عندي هون مبوب وهاي الفان انا شابكها هون مثلا على نفس الشي على ملحرك نفترض انا شابكها على ثري فيز اي سي موتو بدي يصير في عندي فلو من هون لهم شكلت ثري فيز سيستم وشكلت مع الفان بدت الفان تعطي بدي اغير الفلو ايش باطر اعمل حتى اغير الفلو ما عندي شو بدي اضطر اعمل ممكن اجيب نسميه زي عرفين شو هذا زي دسك والدسك هذا او ثروتل نسميه ثروتل ثروتل ايش معنى كلمة ثروتل باللغة ما عندي فالثروتل هذا ازا بدي الفلو يكون قريب شو بعمل عرفين هذا الدسك انا راسه مخط بس هو عبارة عن ايش ازا اطلعت من هون هي راح نشوف دسك دا مصبوط وهون في زي اكسس تتحرك عليه لما بدي لفه بصير مثلا زي ايه اللي ببين منه فكل ما نزلته اكتر ازا بدي افتح هاي كامل ايش بعمل بالدسك بنزلته لهون ازا بدي اسكرها كاملة بحطها هون وهاي اللي موجود لحد الان في كتير تطبيقات اللي هاي اللي فيش فيها ايش هذا السيستم بعمل بخفف بخفف الفلو بغير الفلو ايش مشكلته عالية وصوت هلا عم بدي اطلع له صوت عالية كمان ازا هذا كمان مثال لو انا عندي شو بعمل بغ بهاي كمان من هون وايش بعمل بحط على وهذا كلهم هلا صار زيكين وهلا بسير هون بس بغير السرعة فبسير بغير سرعة هذا المحرك فبسير سرعة هذا المحرك تدع من سرعة منخفضة للسرعة الان واغير الفلو ما بدي بخفف من بحسن وبحسن كمان في النويز اللي موجود نفس الشي هون ايش كمان ممكن اعمل زي ما انتم افترحتوا مثلا بعمل اتش بريج او بحط بي دابليو اي ما مش بابا راحبت اتش بريج هون هاي باجي هون هي ايك بحبت ترايف وبستخدم شوبر وكمان ميزته هذا بإمكاني استعبره حتى اعكس وممكن اعكس الانتجاه وممكن اعمل بريج بهذا السيستم اللي موجود هون فبستخدم شوبر اي دابليو اي اوكي ازا واضح هون انه البنيفتز تبعات اي ما بدت السيستم تدخل عنا بشكل رئيسي في الانظمة المختلفة يعني تمانينات تسعينات تقريبا هلا صارت تقريبا هلا مثلا تسمع تسمعوا ممكن تشتري كمان بتوفر تخفخ اللوصة اللي موجودين بكون مور افشينت والكون تبع السيستم احسن بكتير نعم